خلال يومين فقط عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الشيء ونقيضه بشأن الأزمة مع الولايات المتحدة روحاني قال قبل أيام إنه لن يتوانى عن الذهاب إلى أي اجتماع واللقاء مع أي شخص إذا علم أن ذلك يحل مشاكل الشعب الإيراني تصريحات أوحت بأن اختراقا ما قد حدث في جدار الموقف الإيراني من التفاوض مع الإدارة الأمريكية بشأن برنامج طهران النووي لسيما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يفوت الفرصة ليستحضر تصريحات روحاني عد نيها دليلا على التقدم في حلحلة الملف الإيراني وأعرب عن أمله بأن ينجح في جمع الرئيس الأمريكي ترامب مع روحاني خلال الأسابع المقبلة ولأن ماكرون كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأمريكي ترامب على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية فإن ترامب هو الآخر لم يفوت الفرصة لإعلان استعداده لمصفحة نظيره الإيراني الأمر الذي رفع سقف التوقعات بأن اللقاء بين الرئيسين بات أمرا محسوما غير أن روحاني عاد في اليوم التالي ليعلن رفضه أي لقاء محتمل يجمعه بترامب متهما إياه بالسعي فقط إلى التقاط صور تذكرية تأرجح الموقف الإيراني وتناقضه كشف عن تناقض مماثل داخل أروقة الحكم في طهران فالمحافظون الذين يسيطرون على أغلب المشهد السياسي في إيران شنوا هجوما ضريا على روحاني بعيد تصريحه الأول كما هاجموا زيارة وزير الخارجية محمد جواد ضريف إلى فرنسا ومباحثاته على هامش قمة السبعة عدين أن تلك الزيارة قد تفرض خسارة أخرى على طهران وربما لن يكون لها من نتائج سوى هدية مجانية للترامب قبل الانتخابات الأمريكية ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل إن المرشد الإيراني علي خامنئي أبدى هو الآخر اعتراضه على تصريحات روحاني إذ نشر موقعه مجددا تصريحات له ترفض أي تفاوض مع واشنطن وتعد ذلك التفاوض ثم قاتلا وبحسب محللين فإن ذلك التناقض الإيراني يعكس تأثير الداخل الإيراني إلى حد كبير بالعقوبات الأمريكية التي بدأ أنها نجحت إلى حد ما في تعميق الهوة بين مكونات النظام السياسي الإيراني وهو الأمر الذي ستكون له آثار سياسية على استقرار نظام طهران ربما في المستقبل القريب خصوصاً وأن هذا النظام يفقد الكثير من مركزيته كونه يمد ذراعه ويخلب بأظافره أكثر من أرض عربية ليجعل منها ساحة مواجهة أمامية له وهذا ما يحمله عبء آخر ترجمة نانسي قنقر